الإنسان لو ظل في كل ليلة يحصي مئة نعمة لن ينتهي بتاتا يعني من أول يوم ولادته إلى أن ينتهي وإلى أن تقوم قيامته لن يحصي نعم الله عليه طيب ما فائدة ذكر النعم طبعا الفائدة أن الإنسان الذي يذكر النعم يكون إنسانا شاكرا وهنا أهم سمة يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نتحلى بها لأنه لما ذكر سمات الإنسان بعد ذكر النعم في سورة إبراهيم ذكر أن الإنسان ظلوم كفار وحتى يتجنب الإنسان ظلم نفسه وجحود نعمة الله عليه أن يكون شاكرا لأنعمه إذن هذه النعمة أو النعمة الكثيرة عندما نحصيها تعلمنا الشكر الشكر عندما يتحلى الإنسان بالشكر فإن نفسه تتطور بشكر كبير جدا وتتأثر بشكل إيجابي يعني بشكل واسع جدا فمن أوائل آثار الشكر وشكر النعمة هو أن الإنسان يصبح إيجابيا في نظرته للأشياء وبهذه الإيجابية يصبح الإنسان سعيدا فإذا في كل حال من أحواله مدام ذاكرا للنعم وشاكرا لها يكون هذا الإنسان في جو من السعادة على الدوام الأمر الآخر أن الإنسان إذا كان شاكرا على الدوام فإن نفسيته وصحته العقلية وصحته النفسية تتحسن بشكل كبير وملحوظ جدا وكانت هناك دراسات كثيرة في هذا الجانب وذكر بعض الباحثون أنهم أجروا بعض البحوث على الجنود الأمريكان الذين رجعوا من حرب فييتنام في السيتينيات ورأوا أن أولئك الذين كانوا شاكرين أكثر شكرا من غيرهم وكانوا يتحلون بنعمة الشكر وسمت الشكر أنهم شاكرون كان الأثر عليهم عقليا ونفسيا أثر الحرب عليهم أقل بكثير وكذلك أعيدت الكرة مع الكثير ممن تأثروا بأحداث سبتمبر في نيويورك فرأوا أن أولئك الذين يشكرون دائما ونظرتهم للحياة إيجابية كانوا أقل تأثرا من غيرهم كذلك أن الشكر مزيد الشكر على النعمة تعين الإنسان على التحلي بسمة جميلة جدا ألا وهي التراحم والتعاطف تولد في الإنسان مشاعر الرحمة ومشاعر التعاطف مع الغير وهذه أيضا نشرت في دراسة في إحدى دوريات اسمها Applied Psychology في سنة 2011 أثر هذا على الإنسان أن هؤلاء الناس يكونون أقل رغبة بالانتقام وأكثر تعاطفا مع غيرهم ويكونون أكثر تراحما مع الناس الأمر الآخر عندما يشكر الإنسان وتكون عادته الشكر أنه شاكر لله كلما أحصى نعمة شكر الله عليها هنا حتى لا تتغير فقط نظرة الإنسان لحاضره ولكن حتى نظرته للمستقبل تتغير فيكون إنسانا متفائلا دائما مهما مر بسعاب فإنه يعد النعم التي يعاشها ويعيشها ويقول كما أن الله أعطاني نعمة في السابق ونعمة اليوم سيعطيني نعما كثيرة في المستقبل فأنا أستبشر خيرا دائما مهما حصل الأمر الآخر الإنسان الذي يشكر نحن لا تكلم عن شكر الله فقط ولكن حتى شكر الناس إن أصدى إليك شخص معروفا مهما كان بسيطا وشكرته فإن كان ذلك الشخص على سبيل المثال قد تعرفت عليه في مكان في مكان العمل أو في مكان ترتاده باستمرار فإن فرصة أو احتمالات أن يكون ذلك الإنسان راغبا في التعرف عليك أكثر وراغبا من صادقتك بشكل أكثر الفرص تكون أكثر بكثيرا لماذا؟ بمجرد الشكر لأنها تربي الناس على المحبة وعلى التراحم ولأنها دليل على التعاطف وهذا ما يبحث عنه الإنسان عادة في صداقاته وفي علاقاته طيب تكلمنا عن شكر الله سبحانه وتعالى وكيف أن هذا كله يؤثر في نفس الإنسان بحيث يكون الإنسان قويا من ناحية العقلية من ناحية نفسية من ناحية إيجابية ولكن حتى من الناحية الجسدية الإنسان الشاكر يكون أقوى لأن الإنسان الشاكر يكون أقل عرضة للاكتئاب وأقل عرضة لتغيرات هرمونية في جسمه فيكون وجهه أكثر نظارة من الإنسان الشاحب الذي يملأه الحزن والاكتئاب يكون الإنسان دائما غير معرض لتقلبات في مستويات الإنسولين في جسمه أو تغيرات في ضغط الدم في جسده وبالتالي يعيش دائما مرحلة من الراحة ولذلك هنا نوجه كلمة يعني للرجال كن دائما شاكرا للنعم في يوم الأيام تجيك زوجتك تضربك بطوبك قول الحمد لله الطوبك طلع أصلي خاصة أن تتعور كل ما تعورت أكثر قول الحمد لله شكر على هذه النعمة الطوبك طلع أصلي زين لكن إذا انكسر الطوبك تروح تشتغير غيره فراح راسك وراح الطوبك زين فاللي ما يعرف الطوبك اللي سوى فيه الخبز العماني وإذا في يوم الأيام اشتدت عليك بكلمة أو بشيء قول الحمد لله رب العالمين كل اللي يطلع منك عسل طلع من عندك ولا طلع من غيرك زين خلي يطلع من عندك هذا الكلام ولا يطلع من غيرك صح فكون شاكرا دائما لأنعمك لأنعم الله سبحانه وتعالى عليك على كل حال زين على كل حال شكر النعمة من هذه الآية دائما يجب أن ننظر إلى هذه الآيات على أنها تحمل معاني أعمق نحن دائما نذكر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تجد كل الناس يذكرون ماذا والله نعم الله كثيرة نعم الله كثيرة وإذا عديتها ما بتخلصها تكرار لنفس الكلمة نحن يجب أن نعرف لماذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام طبعا عرفنا اليوم يعلمنا الله إحصاء النعم ليس لمجرد الإحصاء إحصاؤها وكتابتها في كل يوم هذا يعيني الإنسان على استحضار النعم ترجمة نانسي قنقر